استأنف فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة شبوة أعماله بعد توقف دام نصف عام بسبب جائحة فيروس كورونا وقال مدير الفرع العقيد محمد معروف البوريكي في تصريح ليمن شباب إن مكتب الهجرة والجوازات في شبوة عاود العمل منذ أسبوعين بعد توقف دام نحو ستة أشهر وأكد البوريكي أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في شبوة يواجه صعوبات كثيرة أبرزها الازدحام الشديد من طالبي الحصول على وثائق السفر في ظل انتشار كورونا بالمحافظة مع وقاتي كثيرة جداً ما نستطيع نحصيها ولكنها في البداية مع وقاتي نحن نتعرض الآن إلى زحمة كبيرة من الناس ولا عندنا الاستطاع أن نستقبل الكم الكبير لأسباب تجنب المرض والاختلاط ولذلك يومياً نتقبل أقل شيء ثمانين مئة معاملة من الحالات الضرورية ولا حالات كبار سن بصورة استثنائية معها فقط خطتنا إن شاء الله خطة مستقبلية لعادة تطوير الفرع بكثير من المهام وكثير من الكوادر أو إجهزه وأوضح مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة شبوة أن الفرع أصدر أكثر من ألف جواز سفر لشهري يناير وفبراير من العام الحالي قبل أن يتوقف العمل في المصلحة حتى استئنافه قبل نحو أسبوعين وخلال العام هذا 2020 تم قطع 11 ألف وواحد وثمانين جواز خلال شهر يناير وفبراير وبعدها تم توقف العمل إلى هذا النحو ترجمة نانسي قنقر